اشتركوا في القناة وَفَجَرْتَ يَنْبُعَ الْبَيَانِ مُحَمَّدًا فَسَقَ الْحَدِيثَ وَنَاوَلَ الْتَنْزِيلَةِ اللَّهُمَّ سَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ حَقِّ قَدْرِهِ وَمِكْدَارِهِ الْعَزِيمِ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نَدَّرَ اللَّهُ إِمْرَءًا سَمِعَ مَقَالَةِ فَوَآهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ حَامِلِ لِفِكِهٍ لَيْسَ بِفَقِهٍ فَرُبَّ حَامِلِ لِفِكِهٍ إِلَىٰ مَنْهُ وَأَفْقَهُ مِنْهُ وَيُقُولُ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمِلُ هَزَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يُنفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبدلين وتأويل الجاهلين ثم أما بعد فَنَانُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَأَوْنِهِ فِي بِدَايَةِ كِرَاءَتِنَا لِشَّرْهِ أَوْ لِكِرَاءَةِ أَرْبَعِينَ النَّوَوِيَةِ بسم الله الرحمن الرحيم أعطي برسول الله صلى الله عليه وسلم فَنَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَأَوْنِهُ وَمِنْفِ وَأَرْبِينَ كِرْا MENTIONِمَنَ الْعِلَاءَ أَوْنِهُ وَتَعَلُوِيَةِ يَذَا الْكِتَابُ هذا الكتاب هو صغير في حجمه ولكنه كبير في معناه وما سبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم من السحاه من الحديث أكثر من ستين عالف حديث ولكن هذا الكتاب هو أربعون فقط ولكنه اختار من ستين عالف ما كان يحم المسلم لذلك حينما تقرأ هذا الكتاب كأنك قرأت كل ما سبت عنه صلى الله عليه وسلم كل حديث يحم المسلم قد جاء به الإمام النووي في هذا الكتاب أتعرف لماذا ألف هذا الكتاب؟ هو ألف هذا الكتاب لما قرأ حديثا سبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول من حفز أربعين حديثا من عمر دين أمتي أو من حفز أربعين حديثا مما يحم أمر دين أمتي فقد هشر أو يهشروا تحت لواء الفقهاء فبدأ الإمام النووي يفكر في كيف يعلف أربعين حديثا فاستخار الله عز وجل ثلاث مرات فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أكتب أربعين حديثا إبدأ بحديث كذا ثم بعده حديث كذا ثم بعده بكذا بترتيب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان الكتاب هذا مشهور في كل محل يوجد فيه مسلم تجد هذا الكتاب موجود تجد كبار الأولماء يقرؤونه وكذلك صغار الأولماء يقرؤونه وما زال في الأزهر الشريف وغيرها من كبار المجالس العلمية تجد عالم يجلس ليقرأ هذا الكتاب وغيرها في المدارس الحديثية في الحندي كديوبندة وسحرابفورة وهكذا والإمام النوي الذي ألف حذر الكتاب كان من مواليد سنة 631 حجري وتوفي في ستمائة سبئة وستين ست وسبئين معنى هو عاش كل حياته كمسة وعربين سنة فقط ولكنه علف ثلاثمائة وسبئين كتاب ومنها شرح مسلم أربعة عشر مجلس وفيها المجموع كتابه الذي كان هو دستور للشافئية كلها فكان عاش في أيام أسعب أيام مر بها تاريخ الإنسان لأن قرن السادس هي الذي حدث فيه دكول تتار بغداد وحرقوا الكتب المسلمين وخربوا كل المساجد وقتلوا آلاف من المسلمين فاقتفى الإمام النووي في الشام ليقرأ كثيرا حتى يعلف ما فات وما تم هرقه في الكتب لذلك تجده في كل كتبه ما من كتاب يكتبه النووي إلا وهو يفيد المسلمين مثاله رياد السالحين الكتاب الكتاب الأذكار وكذلك كتابه المختاج ثم التهفة كل تلكم الكتب يحتاجه المسلم والحمد لله نبدأ في كراءتنا لهذا الكتاب فأنا أروي هذا الكتاب من شيخ محمد نمير القطيب نعم فأنا أروي هذا الكتاب من شيخ محمد نمير القطيب هو اسمه شيخ عبد الفتاح كان بالمدينة المنورة وهو كذا نعم وهو كذلك يروي أن شيخه يوسف الدجوي وهو يروي أن شيخه سليم البشري وهو سليم البشري هذا هو يروي كذلك أن شيخه محمد صفتي المالكي محمد الصفتي المالكي وهو يروي أن محمد الأمير وهو يروي أن محمد الأمير ومحمد الأمير هذا هو يروي أن شحاب الدين أحمد الجوهري وأحمد الجوهري هو يروي أن شيخه عبد الله بن سالم البسري وعبد الله بن سالم البسري هو يروي هذا الكتاب أن شيخه شحاب الدين الخفاجي وشحاب الدين الخفاجي يروي أن شحاب الدين الرملي وهو يروي عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري وهو يروي عن شيخه الإز بن فرات وهو يروي كذلك أن تاج الدين الإمام السبكي وهو يروي عن شيخه كذلك الإمام جمال الدين المزي وهو يرويه الإمام النووي وبيننا وبينه أربعة أشار رجل بيننا وبين الإمام النووي أربعة أشار رجل فكان الإمام النوء عنده مقدمة لكن لا نقرأها نبأ من حديث الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول الأعمال بالنيات أن أمير المؤمنين أبي حفظ أمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وكونه أبي حفظ بمعنى الحفظ هذا اسم الأسد نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أي لا يكون هناك عمل يعمله إنسان إلا بالنية والنية محلها القلب والله لا ينظر إلى جسدك إنما ينظر إلى قلبك والقلب هي محل الكطاب الله سبحانه وتعالى بينه وبين إباده وإنما لكل امرء ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله لأن هذا الحديث كان سببه أن بعد الحجرة كان المحاجرون في المدينة يجدون المؤونة من الأنسار يوطونهم البيوت ويوطونهم كذلك الدكاكين للتجارة أموالاً وطعاماً لباساً وما يرقبونه ثم حتى كذلك الزواج النساء لأن كان قبل الحجرة كان أهل مكة لا يتزوجون من أهل المدينة ولا أهل المدينة لا يتزوجون من أهل مكة لكن بعد الحجرة بدأ الأنسار يزوجون للمحاجرين بناتهم فهناك رجل من مكة يسمى مهاجر أم قيس أم قيس محاجر أم قيس اسمه أبد الله لكن كان يحب إمرأة اسمها أم قيس لكن لا يقدر أن يتزوجها لأنه من مكة هي من المدينة لكن تحبه ويحبها لكن النكاح لا يكون فلما سمع المحاجرون لما إذا زحبوا إلى المدينة كان أهل المدينة يزوجونهم بناتهم وهو حاجر لأجل ذلك والرسول عرف ذلك لكن لا يريد أن يفضحه بين الناس لأن هذا ليس من أخلاق النبوة فلذلك قال فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله ومن كان حجرته لدنيا أي هو حاجر يجد بيتا يسيبها أو إمرأة ينكهها فحجرته إلى ما حجر إليه فلذلك سمع بمحاجر أم قيس هو سبب هذا الحديث ومن سما كان الحديث جامع لكل باب من أبواب الدين سبحان الله كان عسله هذا لكن كان الحديث كبير ورواه إمام المحدثين هذا الرجل الإمام المحدثين على الإطلاق وليس من الأرب وهو جاء من بخارة من بلاد ما وراء النهر لا تعرف العربية لكن تعلم اللغة العربية وتعلم الدين وسافر إلى البلدان حتى مرة كان سافر من بخارة إلى مصر لا لا بحديث واحد فقط فهي سفر أربعة شهور زحابا وأربعة شهور إيابا فهي ثمانية شهور زحابا وإيابا بس ليكتب حديث واحد فقط وذهب كثير إلى مصر وجاء إلى يمن هنا من عدن وسنعى وتائز وهديدة ومكة المدينة طائفة كلها يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ من الأمر سبعة أشهر كان يحفظ سبعين ألف حديث سبحان الله الإسلام كبير ليس بمعنى أنت عربي أو أنت من كذا لا 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 الإسلام لمن كان مسلما وطلبه بحق فصار كتابه أول كتاب يرجع بعد كتاب الله عز وجل وكذلك أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في سحيحيهما الذين هما أساق الكتب المسنفة الحديث الثاني مراتب الدين الدين مراتب الإسلام والإيمان والإحسان أن أمر رضي الله عنه عيدا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر تعرف لماذا كان شديد بياد الثياب وشديد سواد الشعر لأن كان السحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا علاقة له بالإلم ولا بالدين لأن السحابة مفروض يسألونه شيء مهم لكن لا يسألون بس واحد يسأل يا رسول الله أبي مات هو في النار أو في الجنة يا رسول الله ابني كذا حيكون فقير أو يكون جنيا متى أموت أنا كل هذه السؤال لا علاقة لها بالدين ولا بالعلم فلذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين عامنوا لا تسألوا أن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فالرسول السلام هو قال إن أشد الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فهرما لسؤاله بمعنى الذي سأل شيئا ثم أن سؤاله هو سبب لتحريم هذا الشيء هذا أشد الناس جرما يوم القيامة فكفص صحابة أني سؤال فلذلك حتى ابن أباس يقول في مسنة إمام أحمد ما كانت أمة أقل سؤال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سئلوا أن أربعة أشرة حرفا فأجيب في القرآن سئلوا أن أربعة أشرة حرفا أي سئلوا أن أربعة أشرة أشياء فقط في القرآن فأجيب سمانية كلها في البقرة في سورة البقرة يسألونك عن المحيل يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتام يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فهذه يسألونك يسألونك هي أربعة أشرة في القرآن فقط لماذا أربعة أشرة فقط لأنهم منعوا من السؤال فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم باكي له أربعة شهور أو خمسة شهور أن ينتقل إلى دار الآخرة باكي رسول صلى الله عليه وسلم بذلك أربعة أشرة في القرآن الله أراد أن يكون السحابا يسألونك ما هو الإسلام؟ ما هو الإحسان؟ وكذلك ما هو علامات الساءة؟ لكنهم لا يسألون لذلك أرسل جبريل ليسأل ليفهم السحابة لذلك أمر يصفه إذ طلع علينا رجل شديد بياد السيابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى إنسانا محدما جميلا في لباسه كمن شديد سواد الشعر يعني شعره نزيفا جميلا لأن الرسول يحب ذلك لأنه مرة كان أرسل إليه رجل وشعره ليس منزما فالرسول قال أكرجوه عني فلما زحب وأكز حمام ثم كذلك رتب شعره رجع إلى رسول الله سلم الرسول قام وعنقه وقال له أهكذا خير لكم أم يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان فلذلك رسول قال إذا عبرتم إليه بريدا لابد يكون نزيف الشعر حسن الوجه حسن اللباس حسن الكلام حسن المش حسن الالتفات وحكذا فلذلك الرسول فلذلك الله أرسل جبريل بهذه الصفات الجميلة الذي أحبها رسول الله سلم قال أمر لا يرى عليه أثر السفر لأن أثر السفر يظهر في أن ترى شعر الإنسان فيه قبار لأنه يسافرون في الصحراء ولكن هذا لم يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وبعدنا يسافرون أي جعل ركبته إلى ركبة الرسول لكن هذا ليس صحيحا فإنما هو جعل ركبته إلى ركب مثل الجلوس هذا هذا هو معنى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أيها ووضع كفيه ألا فكزيه مثل هذا وقال يا محمد فلماذا لم يسميه يا رسول الله فقال يا محمد وقد منئوا أن ذلك لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لكن هذا قال يا محمد حتى يوهمهم أنه من الأعراب لأنه كان ليس من الأعراب طبعا يعرف أن الله مناء ذلك فسيقول يا رسول الله قال أكبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم السلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطاعت إليه سبيلا قال رسول جبريل صدقت فأجبنا له هذا قول سيدنا عمر يسأله ويصدقه قال أكبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال جبريل صدقت قال فأكبرني عن الإحسان قال أن تأبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأكبرني عن الساعة قال ما المسؤول أنها بأعلم من السائل أليس أنت الذي قلت جئتني بآية من الله سبحانه وتعالى يقول فيه يسألونك أن سأتي أيان مرساها قل فيما أنت من ذكراها قال أنت فأكبرني عن أماراتها قال قال فأكبرني عن أماراتها قال قال يقول أنت قال فأكبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمت ربتها لكن هذا كناية معناه يأتي زمن تجد أن الصغيرة لا يسمع كلام الكبير الولد لا يطيء أباه البنت لا تسمع من أمها فتجد أن العب هو الذي يطيء ابنه فإذا رأيت ذلك فاعلم أنها من ألامات الساعة وأن ترى الخفاة القرات العالة رئى أشياء يتطاولون في البنيان هذا كذلك كناية معناه أنك ستجد في آخر الأيام قبل الساعة الناس يعملون عملا بسيطا لكن يأتون بأموال كبيرة لكن الذين يعملون بمشاقة لا يجدون ما يأكلون لكن الذين يعملون عملا بسيطا في العمل والدولار لا يجدون أن يجدون من أموال كبيرة لأموال كبيرة مثلا ألا ترى من يلعب القرى ممكن يجد في كل شهر ما يكون من ملايين الدولارات مثلا يمكنك أن ترى شخص من ملايين الدولار أو فنان مغني يعمل شعر واحدة فقط لكن يأتي ببغات ويأتي بكل ما يريده هذا عمل بسيط جدا وليس له أي معنى في الدنيا ولا في الآخرة ولكن كل الدنيا موجود عندهم لكن من يعمل لعجل الناس تجده لا شيء عنده لو أدرب لك مثلا الطبيب الجراهي الذي في لندن كم يأكذ في الأسبوع تجد ما يأكذه روني أكثر مما يأكذه هو حل الطبيب الذي كان في لندن هو شغله أكثر وعفضل من لايب القرى أو لايب القرى أحسن منه فزالك أنظر إلى الألماء الدؤات تجد لا شيء عندهم لكن أنظر إلى أهل الدنيا عندهم كل شيء فحذا إذا رأيت ذلك لا يزئجك لأن الرسول قال هذا من ألامات الساءة فهو بمعنى أن ترى الحفاة القرات عالة الرئاء الشائع يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال رسول السلام يا أمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه فإنه جبريل أتاكم يؤلمكم دينكم هذا هو الدين الإسلام كل من أتى بهذه الذي قرعناه لا تقدر أن تقول هو ليس مسلم لأن في الأخير رسول قال أتاكم يؤلمكم دينكم بمعنى هذا هو الدين إذا خرجت من هذا ممكن أقول أنت خرجت من الدين وإلا فلا يقدر أحد أن يقول أنت لست مسلم لأن الرسول قال فإنه جبريل أتاكم يؤلمكم دينكم ثم نعلم أن علامة ساء ثلاث هناك كبرى وصبرى ومتوسطة أما الصبرى فقد حصلت في قرن الخامس فنهن الآن نعيش في المتوسطة فنهن قريبين من الكبرى فأما الصبرى فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أقرجه مسلم لا تقوم الساءة حتى تخرج نار من المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرة وقد حصل ذلك في القرن الخامس ثم الهروب اللي حدث في قرن السابع وأما الذي نهن نعيشه هو هذا الأمات الساءة المتوسطة الذي نهن فيه أن تلد الأمات ربتها وأن ترى الففاة وهذا نهن فيه وأما الكبرى التي بعدها القيامة مباشرة قد بدأنا نراها الآن ومنها ما نرى من كسرة الزنا أدم الحياة فكذلك ما يفعله الإنسان ما يشبه أمر أو أمل الدواب أو الحيوان فالله قاله في سورة الشمس قاله إذا الشمس قوّرت وإذا النجوم انخذرت قاله من علامات ساعة القبرى وإذا الإشارة أطلت الإشارة أطلت يعني إذا ترك الناس لا يسافرون بالدواء زمن كالناس يسافرون بالجمل يسافرون بالحماء سيبدأون يسافرون بالجو بالطائرة هذا من علامات ساعة القبرى وكذلك وإذا الإشارة أطلت هذا هو معنى الإشارة أطلت وإذا النجوم انخذرت وحاكذا ثم كذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ظال في حديث من أراد أن يرى القيامة كأنها رأي أين فليقرأ إذا الشمس قوّرت فذلك الإشارة الآن قد أطلت ثم أن الناس بدأوا يعملون عمل الحيوان في الأقل والمشرب مثلا أن الحيوان إذا جاء لا يشبع إلا إذا قتل إلا إذا قتل الحيوان مثلا الأسد لو كان يجوء لا يشبع إلا إذا قتل حيوانا آخر ويأكله وهذا الذي يفعله الإنسان في يومنا هذا كما ذلك تجد الحيوان هو الذي يزني بأمه أو يجامع أمه أو أكته وفي يومنا هذا قد بدأ وهذا كله ما قاله الله إذا الإشارة أطلت فالإنسان في يومنا هذا كان يمارس الجماع أبرا أبرا الناس كل الناس يشاهده هذا لا يعمل إلا الدب فلذلك الله قال إذا رأيت ذلك فإنه من ألامات الساءة يقرج الإنسان من طبيعته الإنسانية إلى طبيعة الحيوانية ثم يتعطل ذكر الله في العرض فهذا من أكبر الأيام إذا جاءت لا يبقى إلا أياما فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة بزاكم الله خيراً إن شاء الله نقف في حديثين حتى نقمله في المجلس آخر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عملنا مقدمة وعاقدت الساعات إن شاء الله وأنتم أدروس من المقريب إن شاء الله المجلس آخر ونقتم الكتاب إذن إن شاء الله ليس في مشكلة يعني في مجله الثاني بنكمل الكتاب لو عندكم المقرب بين المقرب والإشانات عندكم درس خلاص بعد الدرسين الحبيب بعد الدرس أيوة يكون مبادر إن شاء مباشر يعني إن شاء مباشرة في درس خلاص هذا أحسن وحباب هل تجد أن الله بس لك على الكتاب؟ نقرأ كله نقرأ كله نقدر نقرأ كله لأن أربعين هديث ليس صعباً إن شاء الله نقدر نقرأ الكتاب بنقرأ بسرعة بنشر حاجة المحمة فقط إن شاء الله و تعالى ليس في شيء إن شاء الله نقرأ كلها الفاتحة إلى حضرة الرسول شكرا